بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحمد العالمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد سيدنا وليم على أهلين اللهم وصله وسلم وبرك عليه وعلى آل البيت أيبين الله الصحابة الكرام والذين اتبعون بإحسان إلى يوم وبعد نتابع في شرح العقيدة الوسطى وقد وصلنا إلى قوله رضي الله عنه الفصل الأول في وجوب القدرة وأحكامها ويلزم أيضا أن يكون محدث العالم قادرا وإلا لما أوجد شيئا من الحوادث بقدرة يعني قادرا بقدرة لأنه لا لعقل قادر لا قدرة له وهذه القدرة ليست هي ذاته غير متحدة بذاته إلا لزم كون الاثنين يعني الذات والصفات واحدة لزم كون الاثنين أي الذات والصفات لزم أن يكون الذات الإثناني يعني الذات والصفات شيئا واحدا وإلا لزم كون الاثنين واحدا وهو محال لا يوقف بعدين الكلام فيه يلا شكرا ويلزم بسم الله الرحمن الرحيم ويلزم أيضا أن يكون محيث يعني فاعل ومجيد العالم بفتح الله كل ما سوى الله قادرا ذكر في هذا الفصل أربعة مطالب الأول إثبات كونه تعالى قادرا الثاني أن يكون ذلك من قدرة زائلة على ذات لا متحيلة بها أي تكون معها شيئا واحدا الثالث وجوب إذا من ذلك القدرة ووجوب بقائها الرابع أن تكون ذلك القدرة متعلقة بجميع الممكنان هذا تسمى دخل في أحكام القدرة هناك أحكام تعم الصفات كلها هناك أحكام لكل صفات هنا في هذا الفصل إثبات كونه تعالى قادرا مطلب الثاني أن القدرة ذائدة على الذات يعني ليست هي والذات شيئا واحدا كما يقول المعتزلة الثالث أن هذه القدرة يجب لها القدم ويجب لها البقاء المطلب الرابع أنها متعلقة بجميع الممكنة يعني تصلح لإيجاد كل ممكن خصصته الإرادة أما المطلب الأول وهو إثباته كونه تعالى قادرا ويقادر ما معنى القادر القادر هو المتمكن من الفعل والترك بحسب الداعي الذي هو الإرادة يعني متى يفعل ومتى يدرك إذا أراد أن يفعل فعل وإذا لم يرد الفعل لم يفعل ولهذا قال بحسب الداعي يعني الذي يدعوه إلى الفعل أو يدعوه إلى الترك والداعي هو الإرادة لأن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا إذا أراد فعله ولا يترك فعله إلا إذا لم يرده فإن قلت هذا إنما يصح أن لو كان الفعل والترك مقدورين يعني أنت تقول هو تعالى قادر لماذا هو قادر لأنه قادر على الفعل وقادر على الترك فيقول لك كيف يكون قادرا على الترك والترك عدم يعني عدم فعل والعدم نفي محو فكيف يكون قادرا على فعله وهو عدم والعدم ليس فعلا فكيف نقول قادرا على الترك كوننا نتصور أنه قادر على الفعل هذا مفهوم لكن كيف يقدر على لا فعل الترك هو عدم ليس عدم فعل ومن هنا كانت هذه المسألة أنهم قالوا الترك هذا ممكن يكون فعل وهو الكف عن الفعل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم فمثلا واحد يقاتل إنسان يضرب ويحرك يده ثم يقال له كف يدك فالكف فعل أنه لا يحركها أو يمنعها من القتال فمن مراد وهنا يقول الشيخ لكن الترك محال أن يكون مقدورا لأن الترك عدم والعدم نفي محق ولا فرق بين قولنا لم يكن مؤثرا وقولنا الترك تأثير عدم يعني ما الفرق بين العبارتين هل الترك تأثير ولكن سلب ولا هو عدم تأثير قالوا لا فرق بين العبارتين يعني إذا قلت لك الله تعالى يعلم يعلم انتبه إلى العبارتين الله تعالى يعلم أنه ليس له هذه العبارة ما هي العبارة الله تعالى يعلم أنه ليس له طيب لو قلت لك الله لا يعلم أن له ولد ما الفرق بين العبارتين هل هناك فرق لا يعلم أن له ولد أو يعلم أنه ليس له ولد كما نقول الآن الترك تأثير عدم أو نقول الترك عدم تأثير هل في فرق إن لو كان العدم أثرا لزم قدم العالم لو كان العدم أثرا لذلك معنا كذا العالم كان في الأزل كان عدما والعدم أثر فيلزم أنه قديم لأنه كان معدوما في الأزل لو كانت ترك أو لو كانت ترك أو لو كان العدم أثرا حيلزم من هذا قدم العالم وأيضا فإن قولنا لم يوجد الله العالم معناه أنه ليس بفاعل العدم الأصلي فلاسكة فإذا كان العدم الحالي غير فعل استحال إسناده إلى القادر لأن تحصيل الحاصل محالي يعني إذا كان العدم الموجود ليس فعلا فكيف نسنده إلى القادر لأن القادر لو ترك فعله يبقى عدما ولو فعله يكون عدما يبقى في هذه الحالة تحصيل وتحصيل الحاصل محالي فثبت أن الترك غير مقدور وإذا كان كذلك وإذا كان يعني الأمر كذلك بطل قولك في تعريف القادر إنه المتمكن من الفعل والترك يبقى القادر هو الذي يفعل فقط لا هو الذي لا يفعل لأنه يترك يعني لا يفعل فما هو الجواب عن هذه الشبه وقد أقال النفس فيها أمام السنوس في الكبرى يكلم فيها باستفاض وكذلك الحاشي ما هو الجواب أن القادر هو الذي يصح منه أن يصدر هو الذي يصح أن يصدر منه ما يكون في نفسه ممكنا والفعل إنما يصح فيما لا يزال فلا جرم بطل لزوم قدم العالم لأن الفعل لا يصح في الأزل في الأزل ليس هناك فعل أول ما تسمع كلمة فعل يعني هذه فيما لا يزال لأن الأزل ليس فيه فعل فلا جرم بطل لزوم في لم العالم إذ لا ترك لأن تحصيل الترك متجدد بعد أن لم يكن وقولهم إن الترك مستحيل أن يكون مقدورا لماذا لأنه عدم محر قلنا ممنوع يعني هذا القول ممنوع له فإن الترك هو الكف والإمساك عن الفعل والكف والإمساك عن الفعل ليس أمرا عدميا إنما هو أمر وجودي كما ذكرت لكم ومن هنا تعلم أن من قال من الفقهاء الترك فعلي يعني أمر فعلي لا عدم فعل لا يلزم عليه محظور ولا إضرار فتنبه لذلك هذا هو تحقيق المسألة لأنه تعريف القادر يكون قادرا يعني إذا كان متمكنا من الفعل ومن إيه ومن ضده يعني لو شاء فعل ولو شاء لم يفعل لكن إذا كان فاعلا فقط ولا تأتى منه الترك هذا على مدى بالفلاسفة فمعناه أنه ليس عنده إرادة وليس مختار لأنه لا يمكن أن يكون فاعل مختار إلا إذا ارتبط فعله بالإرادة يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل هذا هو الفاعل المختار وكلمة القادر تساوي الفاعل المختار لأن القادر لا يكون قادرا إلا إذا كان قادرا على الفعل وقادرا على الترك وهذا هو معنى الاختيار فكلمة قادر تساوي الفاعل المختار لو عملت معادلة رياضية قادر تساوي فاعل مختار فاعل مختار تساوي قادر وليس معنى هذا أن الترك إيجاد فعل يسمى الترك ولكنه يعني كما أنه إذا شاء فعل الشيء أو خلق زيدا كذلك إذا شاء لم يخلقه هذا هو معنى أن فعله اختياري ثم أشار إلى إقامة الدليل على أن محدث العالم قادر وإلا أي بأن لم يكن محدث العالم قادرا لما أوجد شيئا من الحوادث يعني المخلوقات وهو خلاف الحس والعيان لأنه لو انتفت القدرة لذم العجز فلا يتأتى معه تأثير ألبتة وإذا لم يتأتى منه تأثير كان علة أو طبيعة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فيلزم كذم العالم يعني إذا كان علة أو طبيعة وفاسبق مرهان حدوثه واحتياجه إليه تعالى وأنه لا يتأتى وجوده من غير موجد يا الله فإن قلت لو كان تعالى قادرا وقدرته تتعلق أولا بإيجاد ممكنا فعند وجودها يستحيل أن تكون مقدورة باستحالة إيجاد الموجد يعني برضو في اعتراض آخر يعني بيقول عند العدم لا يكون قادرا لأنه كيف يكون قادرا على إيجاد العدم وهو يعتبر تحصيل حاصل لأنه لو تركه لبقي عدما ولو أوجد العدم لحصل الحاصل كذلك يقال في الممكنات بعد وجودها يستحيل أن تكون مقدورة لماذا لأنها إذا كانت موجودة فكيف يكون قادرا على وجودها وهي موجودة فهذا أيضا تحصيل فلذلك التعلق من عدم لاستحالة إيجاد الموجد إنه موجود فذلك التعلق إن عدم يعني تعلقها بالممكنات بعد وجودها كيف تتعلق بها القدرة هل تتعلق بها لتوجدها فهذا تحصيل حاصل إذا لم يكن هناك تعلق معنى هذا أن التعلق إن عدم يعني لا تعلق وعدم التعلق محال لابد أن تكون القدرة بتعلق به لكل ممكن وما أدى إلى المحال محال فكونه قادرا محال فالجواب أن التعلق إضافة لا وجود لها في الأعيان فلا ينزم من عدمها عدم القديم فعرف يعني كلمة التعلق هذه إضافة إلى القدرة بعد وجود الفعل أو لكي توجده وهو في العدم أو وهو منعدم قبل أن يوجد أو بعد وجوده لكي تجعله معدوما بعد أن وجد وهذا التعلق ليس أمرا وجوديا يعني ليس موجودا في الأعيان وإنما هو أمر إضافي أو اعتباري فلا يلزم من عدمها يعني من عدم التعلق عدم للقدرة هذا ما يتعلق بالمطلب الأول وهو كونه تعالى قادرا وأما المطلب الثاني فقد أشار إليه بقوله وأن المطلب الثاني فقد أشار إليه بقوله من قطرة هذا الجواب والمجرور يتعلق من قوله قادرا يعني إن قادر يتعود تعالى تكون من قطرة زائلة على الدال وفيه رب على المعتزلة القائلين بأن قادر يتعود تعالى بالدال لمن قطرة زائلة على الدال ولا يخف فسائل يعني مدهب أهل سنة أن القدرة والعلم والإرادة وجميع صفات المعاني ليست هي الذات وإنما هي زائلة على الذات ليست هي عين الذات وليست هي غير الذات بخلاف المعتزلة وإنهم يقولون هي عين الذات ولا يخف فسائل لأنه لا يعقل قادر لا قدرة له لأن من قدرة إما شرط في كون القادر قادرا يعني كيف يكون العالم عالما شرط أن يكون الإنسان عالما هو وجود العلم كذلك شرط أن يكون قادرا وجود القدرة فكيف يكون قادرا بغير قدرة لأن القدرة إما شرط في كون القادر قادرا أو علة أو مدلولا له أو جزءا من حقيقته إذ القادر من له القدرة وعلى جميع هذه التقادير يعني أن تكون القدرة شرطا في كونه قادرا أو علة يعني لماذا هو قادر لأن له قدرة أو مدلولا يعني لأن هناك دليل قال ما في مدلول قفيه دليل أو جزءا من حقيقة لأن حقيقة القادر هو من ذات يعني كيف تكون جزء من حقيقة يعني كيف لا تكون القدرة هي حقيقة القادر ما ينفعش لأن القدرة ليست هي الذات فكأن القادر أمران القدرة والذات في هذه الحالة صارت القدرة جزءا من القادر طب ما هو الجزء الثاني هو ذات القادر واضح هذا قل إن قلنا بثبوت الأحوال طبعا تحقيق المسألة هو عدم ثبوت الأحوال حتى قال بعضهم والحق أن لا حال والحال من المحال بمعنى أنه ليست هناك مرتبة بين الموجود والمعدوم عندنا مرتبتان جمهور أهل السنة يقول موجود عدم لا واسبة بين الموجود وبين المعدوم لكن من أثبت الحال جعل هناك واسبة فقسم الأشياء إلى ثلاثة قال هناك موجودات وهناك معدومات وهناك أحوال ما معنى الحال الحال هي الواسبة يعني يعني لا موجود ولا معلوم كيف هذا هل هذا يعقل قال لك نعم لأن الثبوت أوسع من الوجود فليس كل ما نثبته هو موجود ولكن كل ما هو موجود ثابت فكلمة ثابت يعني مثلا نثبت الوحدانية الوحدانية ثابت لكن هل موجودة لا كذلك مثلا أنت ابن علي فنثبت لك البنوة ونثبت لعلي الأبوة والبنوة والأبوة لا وجود لها الموجود هو الاب والأب لكن فين الأبوة وفين البنوة هي ثابتة وإلا لما انتسبت إليه ولكن ها ليست موجودة لأن لو كانت الأبوة أو البنوة موجودة لكانت أربعة الأب والابن والأبوة والبنوة وهم إثنان فقط ولهذا ما هو أقوى دليل على إثبات الحال قالوا مثلا الله تعالى موجود نصف الله تعالى بالوجود صفة الوجود هل الوجود كصفة نتكلم هنا في الصفة وليس في الذات الله الوذات موجود فهناك صفة اسمها صفة الوجود فهل الوجود كصفة موجود قالوا لو قلنا إن الوجود نفسه لها صفة موجودة قالوا ما الذي يحدث لو قلنا الوجود له وجود قالوا ينزم على ذلك الدور أو التسلس وكلاهما محال لأنه لو قلنا الوجود موجود لذلك سنتكلم في وجود الوجود وفي وجود وجود الوجود وفي وجود 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 الوجود سنذهب إلى الدور إذا كان البقاء موجود هل البقاء باقي البقاء يبقى هل هو يبقى ببقاء إذن فهناك بقاء وهناك بقاء للبقاء وهناك وجود وهناك وجود للوجود هذا لو قلنا أن الوجود موجود وإذا قلنا إن الوجود غير موجود اتصف الشيء به ضده كيف نقول الوجود ليس موجودا وهو وجود يعني لا ينفع أن نقول إنه موجود ولا ينفع أن نقول إنه ليس موجود فقالوا بشيء غريب هو الحال فقالوا إن الوجود صفة لله تعالى لكنها ليست موجودة ولا معدومة إذن قسموا الصفات إلى إيه إلى أربعة نفسية يعني حتى جمهور آلسون لا يقولون إن الوجود حال وإنه يقولون صفة نفسية وسلمية يعني سلب أمر ومعاني وهي الصفات الوجودية ومعنوية المعنوية هي الحال يعني كونه قادرا هذه الصفة ليست موجودة وليست معدومة إنما القدرة هي الصفة الوجودية فإذا إذا قل عندنا رأيان بس رأي الجمهور أو التحقيق على نفي الحال لا واسدة بين الموجود وبين المعدوم كما أنه لا واسدة بين الصدق وبين الكذب أقول لك هذا الصدق طيب إن لم يكن صدقا فهو إيه يقول لك لا هذا ليس صدق وليس كذب هذا هو ما يسمونه الواسطة ليه لأنه مذهب أهل السنة في تعريف الصدق ما هو قالوا موافقة الخبر أو الكلام للواقع فإن قلت زيد كريم وهو في الواقع كريم فهذا صدق أما إذا كان في الواقع بخيل فهذا كذب قالوا اشتراط الواقع فقط هذا مذهب لكن هناك من شرط الاعتقاد يعني أن تقول بلسانك زيد كريم وأنت تعتقد بقلبك أنه كريم فيكون كلامك لم يخالف الاعتقاد ولم يخالف الواقع والبعض قال لا يكون صدقا إلا إذا وافق الاعتقاد والواقع طيب إن خالف هما يعني أقول زيد كريم أقول أنفاقا هو ليس كريم ولكن أناشق أو أتملغ وهو في الواقع ليس كريم فإن خالف الكلام الواقع والاعتقاد هذا كذب الاتفاق لكن المشكلة إن وافق أحدهما وخالف الآخر يعني في هذه الحالة الذي جعل الأمر منصب على الاعتقاد يعني أي كلام تقول وتعتقد أنه يكون صدق حتى لو خالف الواقع حتى قال بعضهم من قال إن السماء تحتنا وهو يعتقد ذلك كان صادقا مع أنه مخالف الواقع أو قال إن الأرض فوق نا وهو يعتقد ذلك فجعل المعيار هو إيه لأعتقاد لكن قال الكلام في في ألواق إذن كيف نفسر قول الله تعالى إذا جاءك المنافق قال نشهد إن ك رسول الله إذن كلام هو صدق لأنه موافق الواقع والله يعلم إن ك والرسول والله يشهد إن المنافقين لصادق وللكاذبون كيف كذبوا مع أن كلامهم موافق ليه الواقع لك كده الآيبة تؤيد من المعتزل لأن التكديد من الله تعالى لهم ليس في قولهم إن سيدنا محمد الرسول الله وإنما كذبهم في قولهم نشهد لأن الشهادة كانت بألسنتهم ولم توافق ما في قلوبهم فصارت ليست مطابقة للواقع لأن واقع قلوبهم أنهم لا يشهدون وإنما يقولون ذلك نشهد يعني قولونها بأن سنتهم ولا يشهدون شهادة الحقيقية إذن فهم كاذبون واضح كده من كلام أهل السنة هو اللي ماشي يلا هذا كله إن قلنا بثبوط الأحوال إن وذلك قال إن قلنا لا نقول بثبوط الأحوال وأن القادرية يعني القادرية ما هي القدرة القادرية هذه صفة غير القدرة وذلك الصفات لو كانت القادرية هي القدرة كانت الصفات تبقى كام 13 ما هي كام 20 إلا عدناها سبعة فكيف يعد الشيء الواحد يعد شيئين إن قل القدرة والقادرية اثنين ولا واحد اثنين إذا قلنا بثبوط الأحوال دب الأشاعر موقفهم قالوا نفو الحال لكن قالوا القادرية لا نسميها صفة أو حال إنما هي عبارة عن قيام القدرة بالذات فنفو تسميتها حال وسموها اعتبار عندنا كام حاجة أربعة عندنا وجود وعدم وحال واعتبار الوجود هو الخارج العين الحقيقي اللي هو المشاهد ده وجود حس عين دب والعدم هو النفع دب والحال كما أثبتنا هنا الحال صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة ليه لا موجودة قال لو قلنا موجودة حتكون من صفات المعاني ولو قلنا معدومة حتكون من الصفات السلبية فهي لا سلبية ولا من المعاني وإنما هي سموها المعنوي هذا إن قلنا بشبوط الإه وأن القادرية حال حال ثابتة تقوم بالذات كما تقوم القدرة وأما إن قلنا بنفي الأحوال كما هو مذهب إمام أهل السنة الشيخ الأشعري حنمشي مع الأشعري نمشي معهم ونمشي حنسير تابع الأشعري فنقول به بنفي الأحوال إذن ما معنى القادرية قالوا معناها قيام القدرة بالمحل يعني قيام القدرة بالذات فليست هناك صفة زائدة على صفة المعنى فالقادرية نثبتها بس على أنها هي ليست صفة زائدة وإنما هي قيام القدرة بالذات فقيام القدرة بالذات نسميه قادرية وقيام العلم وقيام العلم بالذات قيام العلم بالذات نسميه عالمية إذن قيام القدرة نسميه قادرية وقيام العلم نسميه عالمية وهكذا وأما إن قلنا بنفل الحوال كما هو مثل إمام أهل سنة الشيخ الأشعال فلا معنى للقادر التي ذا قيام القدرة بالمحل فبرهان قوليه دعال قادرا هو بعينيه برهان إثبات القدرة لأمو دعال دليل الأشاعر أو قلب هات لكذا إثبات القادرية هو نفسه برهان إثبات القدرة ولما كانت القدرة زائدة على ذاته تعالى غير متحدة به يعني ليست القدرة متحدة بمعنى أنها هي والذات شيء واحد أشار إلى ذلك بقول غير متحدة يعني غير ممتزج ومختلط بذاته بأن تكون معه يعني مع الذات شيئا واحدا ويصح قراد يعني غير ممتحدة نقرأ بالخفض نعت لقدرة بغيره وبالنصب على تقدير أعلي يرمي وإلا بأن كانت متحدة بذاته لازم كون الاثنين واحدا والكل عين جزء أو الكثير عين القليل يعني لو كانت القدرة هي والذات متحدة حيلزم كون الاثنين يعني الذات والصفة واحد والكل عين جزء يبقى كده حيبقى الكل هو عين الجزء والجزء عين الكل هذا لا يقال إيه أو لا يقول به أحد فالجزء غير الكل الجزء هو وغيره كلا والكل ينقسم إليه إلى أجزاء أو الكثير عين القليل وهو محال لا يقال يعني لا يصير الاثنين واحدا ولا يصير الكل هو عين الجزء ولا يصير الكثير هو عين قليل فهذا محال يعني لا يتصور في العقل وجوده بوجه من الوجود لأن القدرة والذات حقيقتان إثنتان فلو اتحدت صارت واحدا ولزم ما ذكر ضرورة قديمة وإلا كان ضدها وهو العجز قديما فلا ينعدم أبدا لما علمت لما علمت أن القديمة لا يقبل العدم فيلزم أن لا يقدر أبدا يعني لازم تكون القدرة قديمة وإن لم تكن قديمة كان ضدها هو القديم هو العجز وإذا كان العجز قديما فالقديم لا ينعدم فيظل العجز دهب فمعنى هذا أن القادر أو الإله لا يكون قادرا أبدا فيلزم أن لا يقدر وإذا كان غير قادر كيف ومصنوعاته تشهد باستحالة ذلك يعني باستحالة نفي القدرة وأيضا لو كانت القدرة حادثة لحتاجت في إحداثها إلى قدرة أخرى ويلزم التسلسل هنقف هذه كلمة التسلسل والدرس القادم هنبدأ من قوله ويلزم أن تكون متعلقة يعني هو عنوان جديد يا الله شكرا ثم أشار إلى المطل الثالث بقوله قديمة يقرأ بالخط نعتا للقدرة يعني إن قدرته تعالى قديمة لا أول لها واستدل على ذلك بذالين الأول أن قدرة محيث العالم قديمة وإذا بأن لم تكن قديمة بأن كانت حادثة كان ضدها وهو العجس قديما إذ لا واسقة بينهما في حق كل حي وإذا كان العجس قديما فلا ينعدم أبدا باستحالة عدم القديم لأن ما ثبت قدم استحال عدم لما علمت يعني عرفت في بر حدوث العالم أن القديم لا يقبل العدم وإذا كان لا يقبل العدم استحال عدم العجس وإذا استحال عدم العجس استحال وجود القدرة التي هي شرط في وجود العالم فيرزم أن لا يقتر أبدا وإذا لزم أن لا يقتر أبدا فيرزم أن لا يوجد شيء منه أبدا ومصنوعاته ومصنوعاته يعني مخلوقاته تشهد أي تكره وتعترف بنسال الحال ومسال المقال باستحالة يعني بانتناع ذلك يعني عدم القدرة يعني هذه المصنوعات والمخلوقات وهذا الإبداع وهذا النظام وهذا الإتقان يشهد بنفي عدم القدرة ويشهد كذلك بأنها موجودة بل هو القادر القاهر سبحانه وتعالى فوق عباده والدليل الثاني على قذب القدرة هو ما أشار إليه بقوله وأيضا مما يعطل تصوره لو كانت القدرة القديمة حادثة تنزهت عن ذلك يعني مسبوقة لاحتاجت يعني افتقرت في أحداثها يعني إيجادها إلى قدرة مقرأ يعني محدث قادر بقدرة ثم ننقل الكلام إلى هذه القدرة التي تتوقف عليها القدرة الأولى فمثلا حتكون لو كانت القدرة حادثة متوقفة على قدرة قبلها وتكون التي قبلها حادثة أيضا وتكون متوقفة على قدرة قبلها فيلزم أيضا أن تكون حادثة لمماثلتها للأولى فتتوقف هي أيضا على قدرة أخرى للفاعل فإن كانت هذه الأخرى هي الأولى التي كانت تتوقف عليها فهذا هو الدور وإن كانت غيرها لزم فيها ما لزم في الأول وهكذا أبدا وفي هذه الحالة يلزم التسلسل ما الفرق بين الدور والتسلسل الدور يعني فيه دوران يعني يعود إلى الأول زي ما نقول كده ألف متوقف في وجودها على باء وباء على ألف عاد عاد إدار أو نقول ألف على باء وباء على جيم وجيم على دال ودال على واو واو على ألف من قطال ما رجعنا للأول يسمى دور أما إذا استمر الأمر بدون توقف هذا يسمى تسلسل هذا هو الفرق بين الدور وكل دور تسلسل في المعنى وقد علمت استحالة الدور والتسلسل يعني الدور ده باطل لأنه يلزم عليه بطلان الدور ده بده بده بمعنى أنه يكون الشيء سابقا مسبوقا أو متقدما متأخرا أو موجودا معدوما يعني يرجع إلى إيه إلى اجتماع النقضي أو إلى اجتماع هذا هو وجه أو دليل أو برهان استحالة الدور يعني سيرجع إلى إيه إلى اجتماع النقضي أي دور يعني مثلا زيد متوقف على عمر وعمر متوقف على زيد ومعنى هذا أن زيدا أوجد عمرا وعمرا أوجد زيدا لكي يوجد زيد عمر لا بد أن يكون متقدما ولا بد أن يكون عمر متأخرا ونفس ذلك في إيجاد عمر لزيد فيكون عمر متقدما على زيد متأخرا عنه ويكون زيد كذلك متقدما ومتأخرا يعني لا ينكرها أو يفهمها أي عاقد يعني زي ما أقول لك زمان كانوا يقولوا قصة البيضة والدجاجة الدجاجة الأول ولا البيضة الأول لو كل دجاجة جاءت من بيضة طبو كل بيضة جاءت من هو ذا الدور إذن معنا كذا نجيب الدجاجة اللي معنا جاءت من من البيض أو البيضة جاءت من هكذا نتسلسل حتى نصل إلى الدجاجة الأولى أو البيضة الأولى لا بد كذا وإلا لا نصل أبدا يعني هنقول كذا كل بيضة قبلها دجاجة وكل دجاجة قبلها فإن استمر الأمر هذا سلسل هذا يعقل معناها لا يوجد خالق لأن كل بيضة قبلها دجاجة وإلى لا أول طالما ما فيه بداية يبقى عشان نثبت الخالق لابد من قضع التسلسل لأن الخلق له بداية ألم ألم يروا كيف بدأ الخلق كما بدأنا فإذا كان كل دجاجة قبلها بيضة وكل بيضة قبلها إلى لا بداية هذا معناه ما فيه صانع فكل ما فيه خلاص طب وإن رجع الأول يعني البيضة أوجدت الدجاجة والدجاجة يبدأ كل شيء متوقف على شيء قبله فلو كانت تسلسل صحيحا لما وجدت المخلوقات الآن يعني المخلوقات الآن لو كان وجودها متوقف على مخلوقات متعاقبة لا بداية لها إذن توجد المخلوقات الموجودة الآن ومثل لذلك بموضوع للدرهم شوف الدرهم مثلا تعطيك أقول لك خذ هذا الدرهم فأنت تمد يدك لتأخذه الدرهم ظاهر أمامك الدرهم موجودة هذا مثلا خذ فتمد أقول لك لا في شرط ما هو الشرط أن تكون أخذت قبله درهم هات اللي قبله مشروط بدرهم قبله هات اللي قبله مشروط بدرهم قبله فكل درهم مشروط بدرهم قبله إلى لا أول إيه معنى هذا أن الدرهم لن تأخذه أبدا لأن كل درهم متوقف على درهم قبله إلى لا أول إبقى معناه كذا لو كانت المخلوقات ماشي على نظام التسلسل يعني كل شيء مسبوك مما قبلها إبقى معناها لا توجد المخلوقات لأنها متوقفة على مخلوقات قبلها لا نهاية لها في الماضي كما أن الدرهم الذي اشترض أن تأخذه الآن متوقف على دراهم لا أول لها فكيف تأخذ الدرهم يعني عرف لو أوقفت الدرهم على مليار قبلها يعني لا أعطيك الدرهم إلا إذا أعطيتك مليار نعد حتى تصل إلى الدرهم لأن المليار محدود ومتناهي أما إذا فتحناها دراهم لا كيف تأخذ الدرهم يبقى إذن ما هو الأول للبيضة ولا الدجاجة يبقى لابد أن أن تكون الدجاجة الأولى فتناسل الدجاج بواسطة البيض وليس بواسطة التناقض أو كذا ومن كل شيء خلقنا زوجين من قديك والدجاجة ثم حدث البيض وكثر الدجاجة ولولا ذلك ما كان أولاك لا يبقى لابد أن تكون أولاك والأولى هي هي الدجاجة خلاص وبعدين يبقى لابد قبل الدجاجة الأولى لم يكن لا دجاج ولا بيت كان إيه كان طعمي أو فول وقد علمت استحانة الدور والتسلسل إلي بالمجود إذن به تعالى ومجوده بلابد بأظهر أو أقوى دليل عند المتكلمين اللي هو العلم اللي كله عليه هو بطلان إليه إبطال الدور والتسلسل الشيخ الأمير ذكر في الحاشية أحد عشر دليلاً بل له رسالة صغيرة كذا اسم الأدلة على استحالة حداشر دليل أو حداشر برهان مصورة بمعنى أنه فيه برهان اسم برهان التطبيق وبرهان التظائف وبرهان العلية والمعلولية وهكذا لأنه مثلا العلة والمعلول ما فيه تلازم بينهم؟ طب لو جعلنا أنه هذا الشيء علة علة ليه؟ يعني هذا الشيء علة لما بعده ومعلول لما قبله يبقى معناها كذا حيصير كل شيء علة ومعلول حيذور فلا بد أن نصل إلى العلة الأولى التي ليست معلولة وإلى المعلول الأخير الذي ليس علة يعني لازم نبدأ بطرف ما فيهوش علة ما فيهاش معلول أو معلول ما فيهوش علة وإلا لو مشينا كذا كل علة ومعلول وهكذا يبقى معناها مش يبقى هنذهب مع الفلاسف هنمشي مع الدور والتسهل ولا بد أن تنقضع العلل وأن تنقضع المعلولات هو ده الذي يثبت الصانع البداية يعني السلسلة يجب عليها بداية إنما ماشي كذا على طول بدون بداية هذا مستحيل في العقل العقل يحيله يحيل التسلسل في البداية إنما لا يحيله فيه في المستقبل يعني العقل يتصوره يعني ممكن أنا أقول لك المثال مرة أخرى فأقول لا أعطيك ذرهما لو قلت لك إلا إذا أعطيتك قبله ذرهما وكل ذرهما مشروط بهذا مستحيل أما إذا قل لا أعطيك ذرهما إلا إذا أعطيتك بعده هذا يتصور العقل بس بشرطين أن يكون الذي يعطي باقي لا يموت وأن تكون الدراهم لا تنفت يعني كل ما أعطيك درهم الدراهم متوالية هل هذا يتصور نعم لأن الله تعالى يخبر كل شيء كن في كون فلا ينفذ عطاؤه أبدا يعني إذا أعطى لا ينتهي العطاء لأن الخلق عنده مستبر يعني إذا أعطاك يعني مليارات يجدد مثلها وهكذا والقدرة لا تنعدل وهو باقي فهذا يتصوره العقل أو لا يتصوره العقل إنما في أمور لا يتصورها العقل أو مثلا العقل يقف عندها وتسمى مواقب العقول كان قديما في رجل عمل بنى دار وشيدها وأحسن بناءها ودع الناس إلى الطعام والشراب فرح ببناء القصر فدخل الناس يأكلون ويشربون في أفخم وأحلى أنواع المأكلات والمشروبات لكن كل من يأكل أو يشرب يسأل يقال لهم سؤال واحد هل رأيت في الدار عيبا يعني يدخل كده لا تخلو من عي يعني مهما كان الإتقان والبناء لا بد يكون في شيء كده مسمار مثلا مش ما في حاجة كده حنفية ذكر هل رأيت في الدار عيبا ويقول لا ما أحسن بناءها وما أجمل الهندسة والإتقان والسنة والبناء يقولون لم نرى عيبا حتى دخل رجل في آخر الناس فسئل هل رأيت عيبا قال رأيت عيبين قال ويحد إن الأمير أو الملك أو صاحب الدار لا يرضى بعيب واحد فكيف يرضى بعيبين ما هو العيب الأول قال هذه الدار الجميلة ولكن هناك عيبين ما هو ما قال العيب الأول تخرب الدار والعيب الثاني يموت صاحبه يعني ما فائدة الدار بدون صاحبها وبعدين لو بقي صاحبها مخلدا هل تقق الدار تخرب يعني عوامل الزمن تأتي عليها فتأتي مثلا يقول لك هذا المبنى آل للسقود ليه لأنه استهلك ومضى عليه آلاف السنين أو ما في مبنى الآن يمر عليه آلاف عشرين ثلاثين سنة يسقط على منفي إنما المبادر القديمة تعيش ألف سنة ولكن تحتاج إلى صيانة وترمين زي الأهرام وزي الأزهر الشريف أبو البول دي لولا الصيانة والتجديد كانت أيضا انتهت يالله يا شكرا وإنما اتصر هنا في العقيدة المصنف رحمه الله تعالى على التسلسل لأنه من معنى العم الشامل للدور كل دور تسلسل وبالمعنى العم يشمل الدور لأن الدور تسلسل أيضا لكن في أمور متناهية فعرفه يعني الدور والتسلسل هم واحد إنما الفرق من الاثنين إنه في الدور يدور ويعود يعني زيد على عمر وعمر على زيد أو زيد متوقف على خالد وخالد على بكر وبكر على عمر وعمر على زيد إبه الدائرة فيه تناهت ماذا كده؟ لأنه رجع إلى الأول إنما التسلسل لا تناهى يعني فلان على فلان على فلان دون توقف فالتسلسل هو توقف شيء على أمور غير متناهية في الماضي أما الدور يرجع يبقى إذن الفرق بينهما فيه في الدور تناهي أما في في التسلسل الذي يوجد له التناهي يبقى إذن الدور تسلسل أيضا ولكن في أمور متناهية يبقى كل دور فيه تسلسل ولكن ما تناهي إنما وذلك توقعهم مرتبطان الدور الحاجة يبقى إذن درش تفصلهم يعني ممكن تجعله دور وتجعله تسلسل ثم أشار خلاص كذلك اللهم صلي أفضل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آلين وصحبهم وسلم على معلوماتك وَمِثَانَك منذك لنا لك ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر